قامت وزارة الداخلية بتلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضيا في أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمي والمنعقد بالصين خلال يومي 29 و 30 من نوفمبر تحت شعار تعاون الأمني من أجل الازدهار المشترك يأتي المؤتمر بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير أليات تعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة وتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية وخلال المؤتمر قامت وزارة الأمن العام الصينية بتكريم وزير داخلية محمود توفيق بمنحه ميدالية سور الصين العظيم الذهبية التي تعد من أرفع الأوسمة الصينية التي تقدم لمسؤولين غير الصينيين وذلك تقديرا من الجنب الصيني للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات تعاون الأمنية التنائية في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها